من دبي ينضم إلينا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساموال ويربرغ أهلا بك سيد ساموال استمعنا منذ قليل إلى تصريح لوزير الخارجية المصري سامح شكري وأيضا لسيد أنتونيو جوتاريش هناك حديث عن قرب فتح معبر رفح ما المعلومات المتوفرة حول متى سيفتح؟ نعم، إذا المساء الخير يا أستاذ الراوية شكرا لك، شكرا لقناة العربية على هذه الاستدافة نعم، أنا لا أريد أن أصطبك أي بيان أو إيلان أو رد رسمي من وزارة الخارجية أو البيت الأبيار ولكن من ممكن أن أؤكد أن نعم، نحن نرهب هذا الخبر للأجل سمعنا منذ دقائق من الأمين الآم من الوزير الخارجي المصري هذا بزبط ما كنا نريد أن نرى بعد الجهود التي بذلها الرئيس بايدن مع جانب الإسرائيلي لإقنائهم لفتح وليسماح المساعدة الإنسانية لتدفق من مصر إلى قطع غازة هذا بزبط النتيجة التي نريد نحن نفهمها تحالي لهذا أنه ممكن سنرى المساعدة تدفق يوم الجماعة ولكن أنا لا أريد أن أستبق أي قرار لأن القرار في نهاية المطاف لازم يكون من الجانب المصري لأن الجانب المصري لديها الأمكانية لدفع هذه المساعدة الإنسانية داخل قطع غازة ولكن من الممكن أؤكد أن الولايات المتاهدة سنبقى في تواصل مع كل أطراف لدينا هذا المباوث الخاص الجديد حول الوضع الإنسانية ديفيد ساترفيلد وهو في تواصل مع كل أطراف منهم بدون شكل مصريين حول هذا الوضع نعم سيد ساموال بالنسبة للدفعات هناك دفعة أولى ودفعة ثانية الدفعة الأولى إسرائيل تتحدث عن أو حتى الجانب الأمريكي عن 20 شاحنة تدخل ولكن المنظمات الإقليمية والدولية والإنسانية تريد المزيد وبأن ذلك لا يكفي لسكان قطاع غزة لا يكفي مئة لا يكفي ألف شاحنة في هذه الأهدا لازم ندرك ذلك ليس هناك أي مبالغة ليس هناك الوريد المتاهدة لا تشور بالرداء في أي أداد من الشاحنة الآن لا لازم نبدأ في أي أمكانية لدينا بين المجتمع الدولي بين مصر وبين كل هذه المؤسسات الدولية منها المتاهدة كما سمعنا من أمين العام جوتيرس ولكن ليس كافي لازم ندرك ذلك لا الوريد المتاهدة ترى أنه لازم نبدأ الكما في وسائنا لإيصال كل المساعدة اللازمة للمساعدة المواد التابية المئية الغذائية إلى آخره ولذلك اسمعنا من رئيس بايدن الانتزام الجديد من الوريد المتاهدة حول المبلغ الجديد 100 مليون دولار ونحن سنطبق ذلك في الأيام أمامنا سيد ساموال هذه المئة مليون دولار التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن كيف ستصل مع هذا التقنين بوصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني بزبط هذا السؤال ممكننا يا أستاذ راوية ليس كافي بالنسبة للوريد المتاهدة لا ليس كافي لنقول أننا سنقدم 100 مليون دولار لازم نبحث عن كل الوسائل لإيصال هذه المساعدة الإنسانية الداخل قطى جازة أمام هذه الظروف الصعبة ولذلك نعم كما أركض نحن لدينا هذا المبوث الجديد ديفيد ساترفيلد وعيدا من ممكن أؤكد أن كثير من الموظفين في كل السفراء هنا في تواصل مع كثير منهم في السفراء الأمريكية في كثير من البلدان المجاورة يشتغلوا حول هذه القضية أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة ولكن من الممكن أن أؤكد أننا هنا في تواصل مع كل أطراف منها المصريين والأردنيين الدولة الخليجية الأم المتاهدة ليس كافي لنقوم بإعلان 100 مليون دولار بدون نفس الجهود لإيصال هذه المساعدة الإنسانية سيد ساموال ماذا عن تواصلكم مع الجانب الإسرائيلي بما يخص ضمانات أمنية لعدم تعرض هذه الشاحنات وهذه المساعدات للاستهداف المباشر إذن بكسرها يا أستاذ راوية واسمعنا هذا من رئيس بايدن لدينا قلق أكثر بالنسبة للأمكانية التي نرى مجموعة حماس حركة حماس تكون بصرق هذه المساعدة الإنسانية ورأينا ذلك مراراً وتكراراً في الماضي ولذلك نعم لدينا هذا القلق بالنسبة حماس نحن في تواصل ليس يوم بليوم ولكن ساعة بساعة ودكاكة بالدكاكة مع الجنب الإسرائيلي ولكن سيكون هناك إشراف للأمم المتحدة ألا تثقون بالأمم المتحدة؟ لا لدينا ثقة بالأمم المتحدة ولكن لازم ندرك أن من يسيطر على الأرض داخل قطاع غاز الآن حتى الآن هتهد هذه دقيقة حماس حركة حماس تسيطر ولذلك لدينا هذا القلق بالنسبة أي أمكانية للحماس تستغل هذه المساعدة الإنسانية ولكن نعم من ممكن أؤكد أن نحن سنبقى في التواصل مع كل أطراف منها الهكومة الإسرائيلية لهماية والدمان أن هذه المساعدة ستصل إلى الشعب الفلسطيني نعم بما يخص الاحترام القانون الدولي وأيضا استهداف المستشفيات والمدارس جوتيرش تحدث منذ قليل على ضرورة احترام ذلك هل يتم الحديث مع الجانب الإسرائيلي أو التشديد على هذه النقاط وهل تأخذون ضمانات أو وعود من جانب نتنياهو على احترام القانون الدولي خاصة وأنه منذ قليل هناك حديث بأنه الاجتياح البري أصبح قريبا جدا إذن هذا كان جزء كبير من الأسباب لماذا الرئيس بايدن كان يريد أن يتواجه إلى المنطقة كان يريد أن يكون بمناقشات وتهدث وشه لي وشه مع الإسرائيلي لأن لدينا الأمكانية بسبب هذه الألاقة الوطيرة لدينا بين الولايات المتحدة وإسرائيل لدينا الأمكانية لنرسل هذه الرسالة وشه لي وشه بدون أي أواقب لدينا هذه الأمكانية لنرسل الرسالة حول أهمية التجنب أي دراء للمدنيين وإصال المساعدة الإنسانية وكما قال الرئيس بايدن على الدولة الإسرائيلية لتحول أن تجنب أي دراء للمدنيين وبكل آسف حتى الآن نحن نرى كيف حركة هماس تقوم بتخشي الأسلحة تحت المدارس تحت المستشفيات وتحت البيوت المدنيين في كل أماكن في قطاع غازة ولكن بالرغم من ذلك الولايات المتحدة ستقوم بهذه المناقشة والرسالة الواضحة للدولة الإسرائيلية حول أحمية التجنب الدراء للمدنيين نعم سيد ساموال وزارة الدفاع الإسرائيلية تحدثت الآن عن المزيد من الدعم الأمريكي ووصول طائرة أمريكية تحمل شحنة من المركبات المدرعة للجيش الإسرائيلي المزيد والمزيد من الدعم الأمريكي إذن؟ إذن كما ذكرنا يا أستاذ راوية الألاقة التاريخية الوطيدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ليس شيء جديد ومعروف أن نحن كما قال الرئيس بايدن نحن صنعوا وفرا للدولة الإسرائيلية الإمكانية للدفاع عن النفس وحتى هذه الساعة حتى هذه الساعة في شاشاتكم وفي كل الشاشات الأخرى بكل آسف نحن نرى كيف هذه الحركة حركة حماس حركة إرهابية الآن تشن هجومات صاروخية إرهابية من أماكن مدنية داخل قطاع غازا لكن هذه المساعدات وهذا الدعم الأمريكي الذي كما وصفته بأنه راسخ وتاريخي بين البلدين أليس مشروطا بوعود كما ذكرنا لتجنيب المدنيين لاستهداف المباشر؟ هذا بضبط ما كان يناقش الرئيس بايدن ما نظيره الرئيس الإسرائيلي حرزوق ورئيس الوزراء نتنياهو هذا بضبط لماذا كان يريد أن يواجه إلى المنطقة نعم نحن كنا في تواصل مع جانب الإسرائيلي منذ الهجومات الإرهابية من حماس منذ عشرة أيام ولكن هو كان يريد أن يناقش هذا الموضوع وشه لقوشه لأن كما قلنا الولايات المتحدة ستدعم جانب الإسرائيلي ولكن نحن نريد أن نرى أو لا نريد أن نرى أي درع للمدنيين إذن نعم هذا الموضوع سيكون جوز لا يتجز من كل المناقشات لدينا مع الإسرائيليين شكرا جزيلا لك المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساموال ويبرك